طائف كما ذكرت كانوا يستعينون بأمراء الغرب من أجل أن ينتصر بعضهم على بعض بعد أن تولى الفونس السادس إمارة قشتالة فكما قلت كان له هدف هذا الهدف هو القضاء على الإسلام في بلاد الأندلس تماما كان هدفه هو هكذا وضرب الجزية على سائر ملوك الطوائف إلا ما ذكرت من المتوكل ابن الأفطس وضرب الجزية عليهم وكان يساعد الأمراء الذين يطلبون المساعدة منه في حروبهم ضد بعضهم البعض مقابل أن يسلموا له حصونا من إمارات إسلامية ويسلموا له أراضي من إمارات إسلامية حتى وجدنا العباد معتمد ابن عباد فهذا كان من أقوى ملوك الإمارات الطوائف فكان على أشبلية فلما أراد ألفونس السادس أن يحاصر طليطلة فإنه استعانى بالمعتمد هذا استعانى يعني المعتمد هذا أمير على أشبلية فساعده وعاونه من أجل أن يفتح طليطلة التي كما ذكرت كانت هي مركز الإسلام وكانت في قلب بلاد الأندلس وليست على الجانب هذا أو ذاك ولو لم يكن دخل ألفونس فيها وتعرف على مداخلها ومخارجها ما استطاع أحد منهم أن يفتح هذه المدينة العصية المحصنة القوية لكن للأسف المعتمد هذا وشعر بالندم بعد ذلك لكن لا وقت كان للندم ولا للحزن بعد ذلك وإن كان سيستعين بعد ذلك بالمرابطين كما سنرى بإذن الله رب العالمين